الله الذي لا إله إلا هو رأيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بضعة سنين جاءني في المنام أن سيدنا رسول الله جاء ليزور الجزاء ماشي خلاص أكي أنا أصدقك أخلاص ماشي الحلم ده ماشي لحد دلوقتي كويسة عمل حج الحلم لحد دلوقتي ماشي كويسة كما احنا مش خايفين احنا مش ألقانين الحمد لله ماشي يا بشا كمل كمل عم الشيخ كمل قالوا لي أو جاء رسول الله يزور الجزاء فأنا خرجت من بيتي وبديت نبحث على سيدنا رسول الله من مسجد إلى مسجد ومن مسجد إلى مسجد فلما رأيته عرفته ولكن وجدت الناس ماشي عارفينه ماشي ليه طي يعني ليه أنت يعني ليه أنت الوحيد اللي عرفته والناس معرفتهش بس ماشي أنا همشي أراك عم الشيخ عشان أنت برضو راجل وشك سمح أي نعم أنت من كوكب لالة بس وشك سمح والواحد ممكن برضو يصدقك ماشي هنكمل معاكل الآخر نشوف أنت عايز تقول لنا إيه وإيه هالرسالة التي تريد توجهها لنا من هذا الحلم يالله يا بايش اتفضل مرضي عليه هو جالس والناس لا يعلمون أنه هو رسول الله ماشي ماشي أوكي خلاص أنا صدقتك أوكي خلاص الناس لا تعرفش أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنت حلمت في المنام أنه أنت كنت ماشي أنت الوحيد اللي عرفته وإنه هو كان بيزور الجزائر خلاص أوكي تفضل يا ريد بقى أنا عارف أنه هناك شيء جاية أنا عارف أنه هناك شيء جاية أنا الآن لان انا عرف نهايات الحاجات دي بتبقى عاملة ازاي عندكم في كوكب لا فانا عارف ان في حاجة دخل علينا كاملة باش تفضل جيت من امامه وابتسمته وابتسم اليه وجلسته امامه ماش تفضل كامل يعني ماش اوكي طب انا نفسي بس يعني تحاول انت تنجز في الموضوع شوية وتحكي لنا الهدف من القصة ايه دايما فيه في الاخر يقولك الهدف من القصة احنا عايزين منهدف الهدف من القصة دي ايه ساعتك طب بزمتك انت في حد يقول كده يعني احنا لو شفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلم ده احنا نبقى اسعد الناس في الحياة بجد يعني يعني اقوله نفسي شوفك يا نفسي طول عمرة شوفك انا بحبك كلام كتير اوي لكن فجأة انت في الحلم قلت له انت جاي تعمل ايه في الجزائر طب ما انا عارف انا عارف ان اخريتها تبقى كده انت جاي تعمل ايه في الجزائر انت اللي جابك الجزائر ده مش كلام يا بشا ده مش كلام ده انا في الاول مشيت وراك وصدقتك واقتنعت بكلامك انما اللي انت بتقول ده مش كلام ماينفعش كده عمل حاج واشقال لي والله الذي لا اله الا هو قال لي جئت لانسوا القرآن ما هو اصلا موجود يعني ما هو اصلا موجود في الجزائر انظر يا بشر انا اعرفت في الاخر القصة دي انا اعرف انتو دايما تطلعوا زي التاني اللي قالك ثم قال ماذا ثم قال ماذا ثم قال ماذا قال الجزائر يعني ده حاجة غريبة جدا استاذي واخي العزيز الجزائر لم تكن موجودة في هذا العصر اساسا ايام زمان ما كنشيف حاجة اسمها الجزائر الجزائر تأسست 1962 فانا هامش وراك ان النص الاولاني في الحلم موجود يعني ماشي اوكي موجود النص التاني ده انا مش متطمن لك في اعمل حاجة بجد وبعدين ما فيش حد بيحلم بحلم يكون شايف كل تفاصيله بدقة كده يعني دايما اللي يصح من الحلم يقول لك انا حلمت بكزا يعني بيشوف الحاجة خيالية كده انما انت ما شاء الله يعني عرفت كان قاعد وجيت من ظهره وانت لفيت وقلت له والناس ما كتشواخد بالها وكان لابس ايه وكان قاعد بيعمل ايه مش احنا مش برضو احنا مش مغفلين يعني دايما كوكب لالله لما يقول لك الحاجة تلاقي فيه احداث غريبة في النص كده محدش فهم حاجة منها خالص لو انت مش مصدقني ولا ايه لا دا انا شوفت الحاجات دي كويس قوي بعدين شمعنا انتوا في كوكب لالله لدائما بتحلموا بالحاجات دي يعني ليه محدش غيركم بيحلم ليه انتوا بس اللي بتحلموا بالحاجات دي مش ملاحظينها يا جماعة هم بس اللي بيحلموا مفيش غيرهم دايما يطلع يقول لك احنا حلمنا ودايما الحلم يكون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون في الجزائر ما عرفش لئيه يعني كلهم حلموا بالحلم ده واحد قبل كده قال لك ثم قال ماذا والثاني قالك الجزائر رجعت ليك وعادي عيط والثالث بيقولك أصلا أنا قلت له أنت جاي تعمل إيه وأصلا ده مش حاجة تتقال يعني مفيش حد فينا هيشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلم ويقول له أنت جاي تعمل إيه مش عم ما فيش الكلام ده خالص إنما هو قاله كده فرح قاله صلى الله عليه وسلم قال له أنا جاي أنشر القرآن في الجزائر حاجة غريبة جدا ولكن يعني أنا عن نفسي أنا مش بصدق الحلم ده أنا حاسس أن أنت قاعد لما من ناس حولك وبتعمل حاجة في دماغك أنت بقى عندك قطط في دماغك إنما أنا بصراحة مش بزدق الحلم ده يعني وأنا عصابي تعبانة والمغارد بقى عصابهم تعبان احنا تعبنا منكو فيعني إحنا سمعنا القصة الطريفة بتاعتك دي ولان الله في كوكب لالله أنا ده آخر حاجة أقولها بقى لان الله في كوكب لالله ما هو ما حد شايفك كده كده وحد شايف الحلم زيك أنت تقدر تقول لنا أي حاج أنت حد يا رجع وراك يعني لان الله في كوكب لالله